أنا اللي بدي أقوله أنه نحن لازم هيدا زياد أسود صورته براسة أنا بمشحشتينه على درجة العدلية بسبعة تموز وقت اللي صار النظام الأمني الصور اللبناني هيدا اللي بنشوفها بسبعة قاب عفوا وقت اللي بحطوها على التلفزيونات هيدا زياد أسود اللي مشحشتينه على درجة العدلية بقى هيدا مناضل وهيدا زلمي عنده من نفسه وهيدا زلمي أنا برأيي بصير في فعل ورد فعل لازم نعمل مساء شرف أنا هيدا اختراح الليلي مساء شرف اليوم مواضح أمام الكل في طرفين اليوم في طرفين سياسين وصوار روبير فاضل وسياسين لا خلينا نحط روبير فاضل عجنا أنا أنا خي ما بدي أجمله خلينا نحكي مجتمع مدني ككل جزء منه هو وخلينا نحكي بالأحزاب والنظرة للأحزاب وغير نحنا ببلد ما فينا ندمره بأيدنا ما فينا ندمره شفنا هم تحكي حضرتك وأنا عم بحكي والإخوان عن الوضع المالي وعم نحكي عن مستقبلنا نحنا إذا كفانا هاك بهذه الطريقة نحنا عم ننهي كمان عم نساهم شئنا أم قبينا بتدمير بلدنا أنا اللي بقترحه وسبق عندي تجربة بهالموضوع نعمل مساء شرف يا إما بين المجتمع المدني وما يقال عن السياسيين نتنافس يتنافسوا يتصارعوا بس يحافظوا على حد أدنى من اللي حضرتك قلته بأول حلقة حفاظ على الحريات وكرمات الآخرين ونروح نعبر بكل قوة كل حدن مننا بكل ديمقراطية أنا أنا بتذكر وقتل كنا عم الناضل كنت أنا بالمنفى وكان غيري هون من القوات اللبنانية للطيار الوطني الحر لكل هالمجموعة السيادية كنا عم الناضل فيت ناس على الحبوسي وفي ناس النفت وفي ناس الاستشهد عظيم أنا اللي عم بقوله بس حفظنا بوقت حتى على أخلاقيات معي ريب التعاطي بردون وقت اللي كانت الدولة بدي اختصر طيب مرقلي يعني هوا مهمين هذا موضوع أخذ وقت كتير بأول حلقة أنا ما كنت لذلك بس تقول شغلة حفظنا على قضيتنا كيف كطيار سيادة كلنا حفظنا عليها بأخلاقيتنا كنا نواجه نظام بأم وبي اليوم الجيش عم يحمي عم يحمي حرية التعبير اليوم الدولة منا ضد المتظاهر انت بتوافق علي عم يطرحوا الأستاذ إبراهيم بس بعد ما خلصت فكرة تكلمي بعد أنا يا بطرح مساء شرف بين بعضنا يا إذا مش حابين يعملوا هنة كثورة أو كانتفاضة بس عم يطرحوا كتير مهم خليني أحكي بس معلش حكيت من شوية عن الوداية طلعنا نحنا عم نحط الوداية هلأ بنطلح نحنا عم نعمل ما بعرف شو بقى أنا اللي عم بقوله ينا عمل مساء شرف حتى بين أركان وقيادات هذه الانتفاضة وهذه الثورة إنه إنه نحنا خيي بدنا نحافظ عقضيتنا ما بدنا إياها نخسرها أمام الرأي العام لأن أنا أكيد وهذا رأي متواضع بتخسروها أمام الرأي العام إذا رحتوا فيها بهالأكسترامي اللي عم تنراح فيه خلينا نحافظ على حق التعبير والمعارضة الفعالة بس أنا مش معترفين فيكم كالسياسيين مشان هيك إذا مش معترفين يعملوا بين بعضهم هن باكت بيقلولوا هيدا الباكت يكون بسعدين تعملوا هيدا يحافظ على قضيته مش حتى يصبح بالآخر عم بقول السوار لا ما بدنا